من أول لحظة ظهور الكورونا في أواخر 2019 ومن أول ما بدأ يغزو العالم بداية 2020 ومن أول ما ظاهرة الحالة الأولى في مصر وطبعا كان معتاد النظام وحكومته بيتعاملوا مع الموضوع باستهتار بارواح الناس وتكتيم على الأخبار والأرقام الحقيقية واستهبال منقطع النظير في فرض الإجراءات الاحترازية وعشان كده الإصابات والوفيات بالوبا كانت ضخمة ومحدش عارف عنها حاجة إلا من تسريبات الإعلام وخصوصا لما عدد الوفيات زاد في مصر بنسبة كبيرة مع بداية 2021 مقارنة بـ 2020 و2019 وما كانت فيه تفسير لده إلا أن الوفيات الزيادة دي هي وفيات نتيجة الكورونا بس طبعا الحكومة والنظام ودن من طين ودن من عجيب حتى التعامل مع موضوع اللقاح واستراده وتطعيم الناس برضو كان فيه نفس الغموض واللخبطة وطول الوقت كان النظام ماشي بنظام اللي يحب النبي يزق معا بس مشكلة دلوقتي إن فيه تطور خطير جدا وهو النسخة الجديدة من الفيروس اللي اسمها دلتا بلس واللي اختلف فيها الكلام ما بين خبرة بيقولوا إنها أخطر بكتير وما بين تانيين بيقولوا إنها مش أخطر قوي لكنها أسرع في الانتشار عشان كده ملف اللقاح واستيراد اللقاح وتصنيع اللقاح أصبح مش رفاهية أبدا لكنه واجب وعشان كده ما ينفعش النظام يزاول أو يشتغل الناس بأخبار عن تصنيع اللقاح الصيني في مصر بينما كل الملابسات بتقول إن الموضوع فيه استهبال وكدب إزاي استهبال وكدب؟ تعالوا نشوف في يوليو اللي فات رئيس الوزراء ووزيرة الصحة أعلنوا إن مصر صنعت أول مليون جرعة من لقاح سينوفاك الصيني في مصانع وزارة الصحة المصرية تواصلنا مع شركائنا في دولة الصين وهما الحقيقة مشكورين من خلال أحد الشركات العالمية لتنتج اللقاح في الصين وافقوا على إنتاج اللقاح في مصر ويمكن الحمد لله حضركم يمكن فقامة الرئيس في افتتاح قاعدة 3 يوليو أعلن عن الإنتاج الوطني للقاح ويمكن النهاردة إحنا شوفنا مع بعض يعني المراحل الأولى لإنتاج اللقاح ويمكن أنتجنا لغاية دلوقتي مليون جرعة يعني ويمكن النهاردة طاقة المصنع هنا إنها تقدر تنتج في الوردية الوحدة 300 ألف جرعة في اليوم يعني إذا عندنا كميات من المواد الخام ممكن إحنا نعمل وردية تاني يبقى نصل إلى 600 ألف جرعة في اليوم وهنا بقى أول مغرز يخليك تبدأ تشك في كلام الحكومة وأرقامها ليه؟ ركز معي زي ما قلت لك حالا إن الحكومة في يوليو اللي فات قالت إنها صنعت أول مليون لقاح من عقار سينوفاك الصيني الإعلان ده جي بعد زيادة ضخمة في أعداد المصابين والوفيات الفكرة هي إن في يوم 22 يونيو اللي قبل يوليو اللي حصل فيه الإعلان على طول وزيرة الصحة قالت إننا جاهزين نصنع 3 مليون جرعة لقاح يوميا هالا زايد وزيرة الصحة قالت كده وهي بتزور نفس المصنع بتاع الشركة القابضة للقاحات والأمصال أو شركة فاكسيرا اللي حضرتك سمعت الأستاذ مصطفى مدبولي بيتكلم منه وبعظمة لسانه قال إن طاقة المصنع هي إنتاج 300 ألف جرعة بس في اليوم ولو عملنا كمان وردي هننتج كمان 300 ألف يعني 600 ألف جرعة بس مين بقى اللي صادق؟ وزيرة الصحة هالا زايد ولا رئيس الوزراء مصطفى مدبولي طيب خلينا مع الكادمين لحد باب الدار وهنعمل نفسنا مصدقين هالا زايد تكلفة تجهيزات تصنيع اللقاح زي ما الحكومة قالت كانت 17 مليون دولار ده غير 5 مليون دولار تانين للإنشاء والتجهيزات يعني 22 مليون دولار؟ يعني تقريبا مبلغ في حدود 350 مليون جنيه مصري مبلغ ضخم جدا في الظروف اللي فيها مصر واللي خلت السيسي عاوز يرفع سعر رغيف العيش طيب لما الفلوس دي كلها اتصرفت على تصنيع اللقاح ازاي اتمطعتوا وطلعتوا الشهر اللي بعدها وقلتوا انكم صنعتوا مليون جرعة بس لا ويقولك كمان خطتنا اننا نزود عدد اللي تلقحوا من 4 مليون مصري دلوقتي لغاية 40 مليون على نهاية السنة يعني اقل من نص عدد المصريين تخيل؟ يعني بعد كل الانتشار دا للوباء وبعد كل الوفيات دي وبعد كل الشهور دي لسه دا حجم اللي الحكومة عاوزة تديهم اللقاح على اخر السنة 40 مليون مصري بس في الوقت اللي وارد جدا ان لا قدر الله وما نتمناش دا دلتا هتكون فشخة البشرية ومعاها مصر وطبعا خد في الاعتبار ان ظروف الحياة والزحمة في مصر هي بيئة خصبة جدا لانتشار الفيوس لا قدر الله زي ما كانت بيئة خصبة جدا للأسف لانتشار كورونا نرجع لكلام معالي وزيرة الصحة الدكتورة هالة زيت اللي قالت ان مصر جاهزة انها تصنع 3 مليون جرعة لقاح يوميا لو افترضنا انكم هتصنعوا 2 مليون بس مش 3 يعني بالكم دا لمدة شهر هتعملوا حوالي 60 مليون جرعة اقسم على 2 عشان اللي بيطعم بياخد جرعتين يعني 30 مليون بني ادم احنا بنتكلم عن شهر واحد بس شغل بقى اقل من الوتيرة اللي الوزيرة تكلمت عنها ازاي بقى الحكومة بتقول ان على اخر السنة يعني بعد 4 شهور تقريبا هيكون كل اللي الطعامه 40 مليون بس احنا بنتكلم هنا عن الفجوة اللي في الارقام اللي اعلنتها الحكومة مش من باب تصيد والاخطاء لا بس عشان اقول لحضرتك ان ملف تصنيع اللقاح في مصر من اوله مليان لبش وبعدين تعالوا هنا هو مش انتوا نفس الحكومة اللي اتفقت مع روسيا على انها تصدر لمصر 20 مليون جرعة لقاح سباطنك الروسي في اخر شهر مايو 2021 يعني قبل شهر بالزبط مش اكتر من الاعلان عن جاهزية مصر لتصنيع 3 مليون لقاح يوميا من اللقاح الصيني سينوفاك وقبل اقل من شهرين على الاعلان عن تصنيع اول مليون لقاح في مصر طب لو انتوا هتصنعوا الكميات دي فعلا في مصر ايه لزوم الملايين اللي بتتصرف على الاستيراد ولو هتستوردوا ايه لزوم الملايين اللي بتتصرف على التصنيع ولا هي ملايينكم كتير ومش عارفين تودوها فين طب لو ملايينكم كتير ومش عارفين تودوها فين ليه بصين للمواطن الغالبان في رغيف عيشوا وعاوزين تغلوه الحكومة لما اعلنت عن تصنيع لقاح سينوفاك الصيني قالت ان خطتها بتشمل تصدير اللقاح للدول الافريقية والعربية حد يقول له متوكسو مش لما اطعاموا المصريين الاول بدل الفضيحة ولما هو انتوا نوين تصدروا ازاي على اخر السنة بتقولوا انكم هتكونوا يا دوب طعامتوا اربعين مليون مصري خد بقى تيل الدكتور محمد عبدالفتاح رئيس الادارة المركزية للطب الوقائي في وزارة الصحة المصرية صرح لوسائل الاعلام في ميل اللي فات ان مصر هتصنع خلال شهر يونيو 2021 60 مليون جرع من اللقاح الصيني بينما الحكومة عملت فرح في يونيو يعني بعد شهر من تصريح مدير الطب الوقائي وقالت انها انتاجت مليون جرع بس يا عالم كدب مساوي ولا صدق منعكش زي ما المثل بيقول نيجي بقى للنقطة التانية المهمة بخلاف موضوع الارقام اللي الحكومة والنظام محترفين الكدب فيه دايما انتو لما تتشمللوا وتحبوا تصنعوا لقاح تختاروا لقاح ضعيف ومن اضعف اللي لم يكن اضعف اللقاحات اللي اخرتها من نظامة الصحة العالمية يا راجل ده الصين نفسها حصلت فيها فضيحة للقاح سينوفاك ده لان وفيات كتير واصابات كتير حصلت بسبب الكورونا وسط الصينيين اللي اطعاموا بلقاح سينوفاك وسينوفارا وفي البرازيل اتعمل التجربة كبيرة على لقاح سينوفاك فلاقوا انه تأثيره ما يزيتش عن 51% في الوقاية وفي اندونيسيا 30% من قدقوا من الرعاية الطبية ماتوا رغم انهم اطعاموا بلقاح سينوفاك الصيني اللي مصر جاية تصنعه ومعتبراء انجاز لكن اذا عرف السبب بطل العجل النظام في مصر اختار لقاح سينوفاك تحديدا عشان يصنعه ويعمل المنظر ده عشان ده اللقاح الارخص من بين اللقاحات السابعة اللي اقرتها من نظامة الصحة العالمية وعشان ده اللقاح المناسب للاستخدام في الدول الفقيرة وفعلا بتستخدمه حوالي 100 دولة في العالم من الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل لانه مثلا يعني سهل انه تخزن في التلاجات العادية وده بدل ما الحكومة توفر طرق تخزين مناسبة وتجيب للمصريين اللقاح عليها الايمان نيج بقى دلوقتي لنقطة مهمة جدا وسؤال مستحيل الحكومة المصرية تجاوب عليه لا هي ولا اي حكومة من حكومات الموز اللي بتحكم شعوب مغلوبة على امرها هي الحداية بترمي كاتاكيت السؤال بصيغة تانية كلنا عارفين كويس جدا ان سوق الدواء في العالم سوق متوحش جدا وما بيرحمش وان اخر حاجة تهم الشركات والدول اللي بتصنع على الادوية هي صحة الناس بل بالعكس ده من مصلحتها ان الناس تمرض عشان سوق الدواء ينتعش ازاي بقى الحكومة الصينية والشركة الصينية اللي بتصنع لقاح سينوفاك هتسيب ارباح بالمليارات هتعود عليها نتيجة بيع وتسويل وازاي تفرد في المكسب الخيالي ده وتصدر المادة الخام لدول زي مصر والجزيرة وتسمح ليهم بتصنيع اللقاح برضو هقولك اذا عرف السبب بطول العجب الاجابة باختصار ان اللقاح سينوفاك هو اقل لقاح حقق نتائج في كل الدول اللي اشتريته من الشركة الصينية اللي بتصنعها ولا بالمناسبة غير تبع للحكومة الصينية وان اللقاح سينوفاك لسه حتى الان زي ما وضحت لك بالارقامة شوية عليه شكوك من حيث النتائج اللي ممكن يحققها عشان كده الدول اللي بتشتري سينوفاك هي الدول الفقيرة اللي عاوزة تستف ورائها قدام العالم والمنظمات الدولية وتقول احنا هو عملنا اللي علينا وطعامنا الشعب بصرف النظر عن فعالية اللقاح ونجاحه عشان كده دولة زي تشيلي اللي هي من اكتر الدول اللي طعامت الناس بسينوفاك بعد ما طعامت اكتر من 60% من الشعب باللقاح ده رجع التاني فرضت حظر تجول واجراءات احترازية لما لقت ان اللقاح مجابش تأثير ومقللش اللي صبت بالكورون وطبعا في بلد زي مصر لازم الحكومة تطلع وتاخد بونطة على الناس وتقول انه بناء على توجهات السيد الرئيس هنصنع اللقاح عشان خاطر عيون الشعب بس طبعا مستحيل تقول اننا هنصنع اللقاح الرخيص اللي تأثيره ضعيف لاننا مش مستعدين ندفع فلوس في استراد جرعات زيادة من اللقاحات الغالية زي اللقاح استرازينيكا البريطاني اللي التطعيم بيدلوقتي في مصر خياره فقوس وبالكوسة وعشان كده ناس كتير من اللي حاجزوا معات عشان يطعاموا بيه اتفاجئوا ان جاتلهم رسائل تأجيل الجرعة التانية من غير سبب مفهوم والتأخير ده من 10 ل 17 يوم وفعليا وحرفيا عشان تاخد تطعيم استرازينيكا في مصر محتاج واسطة كأنك مقدم على كلية الشرطة بالزبط وعشان كده منظامة الصحة العالمية طلعت بيان مخصوص انتقدت فيه حملة التطعيم ضد الكورونا في مصر وقالت انها حملة عشوائية ومعيبة ومش بتراعي الفئات الاكتر عرضة للإصابة بالوابط بيان منظامة الصحة العالمية كمان انتقد بشدة الانتقائية في اختيار الناس اللي هتطعم بالتطعيمات المهمة هنا فيه نقطة مهمة جدا لازم نكون فاهمينها كويس وهي ان المسخرة المرتبطة بملف الكورونا كله في مصر من اول التعتيم على الارقام الحقيقية للإصابات والوفيات لغاية التطعيم والفضايح اللي حصلت في الموضوع ده ما وقفتش عند كده لأن واضح ان كدب الحكومة والنظام خلى الكل في مصر مقتنع ان الكدب والاستنطاع واستحمار الناس هو الحل المناسب للتعامل مع الوضع والاستفادة منه كده عندك مثلا في يوليو اللي فات صحيفة الجارديان البريطانية فضحت أستاذ ورئيس قسم الأمراض الصدرية في طب بينها سابقا وعميد الكلية السابق الدكتور أحمد الجزار اللي فبرك وزور بحث المفروض انه علمي بخصوص عقار قال انه ينفع كعلاج للكورونا تخيل انت بتكلم عن عميد كلية طب كبيرة هي طب بينها ورئيس قسم الأمراض الصدرية سابقا برضه اللي فبرك دراسة وزور أرقام عشان يروج لعقار بحجة انه ينفع يستخدم ضد الكورونا العقار ده اسمه واصلا بيستخدم كعلاج للأمل بتاع الراس او الله ازي ما بقولك كده جزء من الفضيحة هو ان اللي كشف الكتب والتزوير بتاع أستاذ الطب وعميد كلية الطب بينها السابق مجرد طالب ماجستير بريطاني والغريبة ان منظمة الصحة العالمية نفسها كانت مطلعة بيان اصلا تحذر فيه من استخدام الإفرمكتين ده في علاج الكورونا بس لفاندي اللي كان عميد كلية الطب زور في أرقام الحالات اللي قال انه عمل عليها البحث وزور كمان في تواريخ دخول الحالات دي للمستشفيات للعلاج من الكورونا والسؤال هنا الدكتور أحمد الجزار ده اللي واضح انه اسم على مسمى عمل ايه طول حياته المهنية في المرضى الغلابة اللي كان بيعالجهم وبيعمل عليهم التجارب في مستشفى الجامعة مش وارد ان يكون زور برضو في بيانات علاج كتير منهم او بعضهم عشان يترقى وياخد الأستاذية مثلا مش وارد ان يكون تسبب في وفاة مرضى لمجرد انه يترقى او يسبت وجهة نظره واحد كداب ومجرم زي ده المفروض تتراجع كل حالة مريض عد عليه من يوم اتخرج تخيل الفجر البني آدم ده بعت بحث لمجلة علمية دولية طبية كبيرة اسمها research square عشان يقنعهم ان دواء للأمل والددان ينفع علاج للكورونا ده ايه الفجر والسبهلالة دي بس زي ما قلتلك من شوية ده منهج عند النظام وكل اجهزة الدولة واذا كنتوا نسيتوا اللي جرى هاتوا الدفاتر تنقر ولو نسيتوا عبعاطي سيخ الكفتة قهرت الإجز بفضل ربي سبحانه وتعالى عز وجل بنسبة مئة في المئة وقهرت السيد وزي ما قلت 2006 الزبثة بشرة اخرى لن تجدوا مريض يعاني من فيروس التعب الكبيد الوبائي بعد اليوم ان شاء الله فالوصول الى الهدف مبكر والكشف المبكر باجهزة سيادة العميد اللي اكتشفها سيادة العميد احمد امين جهاز مبكر مبكر جدا قدمه ضعفات وندخل في مشاكل فالإيزة تفتت ويصبح زي ما بقول برضو في الامثلة باخد الإيزة من المريض بغز المريض على إيزة بادهوله بصبع كفتة يتغز عليه باخد المرض وادهوله غزة شايف الاستحمار والاستعباط والتهريك واللي اعلن ده في مؤتمر صحفي دولي بني اهدم الجيش مديله رتبة لواء وبيقول ان اللي اخترع جهاز الكفتة لعلاج الإيزة وفيروس سي عميد جيش يعني الاستحمار ده سياسة دولة ومنهج نظام عشان كده اعلام السيسي احتفى بعبد العاطي كفتة وبيخترعه الجهاز بتاع السيف فاص والآي فاص وانس انه لقى يعني سيجنال اتحركت معاه لو ماسك منديل منديل كلينيكس مريض ماسك منديل كلينيكس وهو يحمل كالير للفيروس وانا ماسكت المنديل للكلينيكس ومشيته قدام الجهاز يجر ورايا خد بالك دي من خوارج الجسد عرق لعاب ما علينا من الكلام لو انا سبت المنديل بقى ورميته في صندوق القمامة وحطت صبعي اللي مسكت به المنديل الكلينيكس قدام الجهاز يجر ورايا لازم اطهر ايلي من الفيروس وطلع مصطفى بكري يهاجم العلماء اللي هاجموا الهابل والهرتالة دي زي عصام حجي اللي كان وقتها مستشار علمي للرئيس التارطور عدل منصور يعني اسمحيلي بداية ان انا اقول ان التصريح الذي قدل به دكتور عصام حجي المستشار علمي للرئيس لم يكن موفقا اذا كان اعتبر ان ما حدثه هو فضيحة فانا بقوله انت الفضيحة لعدة اسباب السبب الاول انه كان يتوجب عليه الا يصدر مثل هذا التصريح من الولايات المتحدة الامريكية بهذه الطريقة هذا رجل مسؤول موجود جزء من النظام يجب ان يتعامل بغير هذه الطريقة بمعنى انه شوف الاوراق شوف البحوث شوف الاطباء شوف المرضى يعني انت لو جبت مرضى ووديته وما تعالجوش يبقى ان احنا موجود ده يبقى هو الفضيحة ماش اوكي بس انت لما تفعل ذلك انت اطلقت تصريح من الولايات المتحدة الامريكية حيث يقضي اغلب وقته هناك وهو تصريح الحقيقة مدان لانه يسيء الى مصر والى موسيسة اسكالي نمنا اتنين لو انت بعدت المعلم عباطي ورجالته ومريض بالايدز ومرجعلكش بربع مشكل مع البقدونس والسلطات ابقى اتكلم ومصطفى بكر يأكد كمان وقتها وهو بيشتم عصام حجي لما هاجم جهاز الكفتة ان السيسي كان متابع كل حاجة بنفسه العشرات من الحالات بس اقل برضو دكتور عصام ان ولا المساشر عادلي منصور ولا المشير السيسي كانوا على علم التفاصيل الموضوع ده او اتفتكري او اتفتكري ان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتعمل حاجة من دماغها السيد المشير بيبقى على علم بكل كبير وصغر والسيد الرئيس عنده خبر ده اكذوبة ضمن اكاذيبه ده رجل انا بستغرب بعدين بضرع عليها علام سفهام وبطلب من سيد الرئيس الجمهوريين يعفين من منصبه كلام مصطفى باكري تأكيد واضح وصريح ان كل العبث والهرتلة والكوميديا والكذب اللي حصلوا وبيحصلوا بخصوص صحة المصريين من ساعة الانقلاب لغاية دلوقتي هو برعاية شخصية من السيسي وده الكلام اللي بقول لك عليه من اول الحلقة ان الاستهدار بصحة المصريين واللعب بيها هو مشروع بيتم برعاية من اعلى مستوى في البلد من السيسي شخصية عشان كده استرخاص عقار سينوفاك اللي الدراسات والتجارب بتقول انه عقار كده وكده وتصوير الامر على انه تصنيع العقار في مصر هو انجاز للنظام وللحكومة والمغامرة بصحة المصريين كل ده تياسة اجهزة دولة متعمدة انها تعرض حياة المواطنين للخطر ونشوفكم على خير ان شاء الله